تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن رئيس سيسي استهل الاتصال بتجديد التهناء لمملكة البحرين الشقيقة شعبا وقيادة بمناسبة احتفال المملكة بأعيادها الوطنية متمنيا استمرار التقدم والازدهار في عهد جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وأضف متحدث رئاسة أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها في التطور المضطرد في العلاقات مؤكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون المختلفة كما تترق الاتصال إلى الأوضع في قطع غزة حيث تم استعرض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدة الإنسانية وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقرارات شرعية دولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلاة لوضع حد فوري للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيقة ترجمة نانسي قنقر